اهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة معنا هنتكلم فيها عن مجرسة المتفاقين ناس كتير بتسأل عن المجرسة وعن تفاصيل الدراسة فيها وهل هي بديل للسنوية العامة ولا ايه للضبط احنا هنحاول خلال هذه التغطية نحن نجاوب على كل الاسئلة المتعلقة بالمدرسة واللي بتأتي في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في البداية أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم للالتفاق بمدرسة التعليم او مدرسة العلوم والتكنولوجيا ستم حتى 3-8-2022 المدرسة بتساعد في إعداد خارجين زو المستوى عالي من التعليم ولديهم مهارات فنية عالية وقدرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة زي ما قلت لحضراتكم تم فتح التقديم للمدرسة او الموقع الخاص بتقديم على المدرسة مرة أخرى بناء على رقبة كثير من أولياء الأمور والطلاب اللي ما يدروش ان هم يسجلوا على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقديم وبناء على الموعيد الجديدة اللي تم تقدمها تم تغيير الامتحان فبدلا ما يبقى يوم 6 أغسطس يتم مده لمدة أسبوع فهيبقى لحد يوم 13 أغسطس المقبل الوزارة أكدت إنها بتسع جاهدة في التوسع لأجل إنشاء العديد من المدارس على نفس النوعية وعلى نفس القدر من العدارة أو التعليم المتقدم والتكنولوجي الحديث في مختلف محافظات الجمهورية عشان تلبي رغبات الطلاب وأولياء الأمور اللي بيرغبوا إنهم يلتحقوا بهذه أو بهذه النوعية من المدارس المتفوقين أو مدرسة السيم وبيهدف إنشاء مدارس المتفوقين في مصر إلى رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وترق تدريس جديدة بتعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس المدرسة منتشرة إلى حد ما في عدد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية فيه بالضبط 11 مدرسة في محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية والقهلية وفي قفر الشيخ أيضاً وفي أسيوت من محافظات الوجه القبلي لمحافظة أسيوت وأيضاً محافظة البحر الأحمر والأكسر والمنوفية والإسماعيلية والغربية دي معظم أو كل المحافظات اللي بيوجد فيها مدرسة السيم للطلاب الرغبين في الانتحاق بتلك المدارس إيه الشروط الخاصة بالتقدم إلى المدرسة؟ أولاً إن عمر الطالب ما يزيتش عن بداية العام الدراسي عن 18 سنة وإنه يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمراحل التعليم الأساسي وإن الطالب يكون حاصل على نسبة 98% في المجموع الكل بشرط إنه يكون حاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من تلك المواد اللي هي إيبقى لغة الإنجليزية أو الرياضيات أو العلوم يعني الطالب يكون مجموعه لكل 98% بشرط إنه يكون جايب الدرجة النهائية لإما في الإنجليزي، لإما في الرياضة، لإما في العلوم أو إنه بيحصل على نسبة 95% لأن للطلاب اللي حاصلين على نسبة 95% لهم الحق أيضاً إنه يقدموا في مدرسة المتفوقين السيم ولكن بشرط المختلف شوية إنه يكونوا حاصلين على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من الثلاث مواد يبقى هنا الطلاب اليوم الحق في التقديم نوعين من الطلاب طالب جايب 98% وجايب الدرجة النهائية في الإنجليزي أو في الرياضة أو في العلوم أو طالب جايب 95% ومحقق الدرجة النهائية في مادتين من الثلاث مواد دول اللي هي العلوم والرديات والإنجليزي الوزارة كانت أعلنت في بيان صدر النهاردة أيضاً إن التعديلات اللي تم إدخالها على مواعيد التقديم وفات حباب التقديم مرة أخرى لمدرسة المتفوقين بتأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستعداد الكامل والجيد لتنظيم العمل بمدارس العلوم والتكنولوجيا ستم للعام الدراسي الجديد اللي هو هيب عام 2022-2023 وأيضاً بيأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني دي كل المعلومات الخاصة بمدرسة المتفوقين ونتمنى طبعاً التوفيق لكل طلاب الرغبين في التقدم للاتحاق بمدرسة المتفوقين خلال الفترة المقبلة بشكركم على حصل المتابعة وإلى اللقاء